السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبدأ المحاضرة الأولى من المحاضرات فسلجة الأوعية الدموية مع الدكتور علي الحسني باكالوريوس في الطب والجراحة العامة جامعة القادسية وشابتر 19 يتناول هذا الفصل الرول أوف ذا كيدني اللون تيرم كونترول للأرتريا البلاد برجر ما هو دور الكلية في المحافظة على ضغط الدم على المستوى البعيد الدكتور اش تقصد على المستوى البعيد يعني خلال أيام تحافظ على ضغط الدم وخلال ساعات ولحظات كمل دكتور خليني نجي نعرف شلون ومنه اللي حافظ على ضغط الدم على المستوى القريب القصير هس راح نجي نعرف هنا أنا شعدك يقول لك شورت تيرم كونترول أوف ارتريا البلاد برجر يتم عن طريق السيمباتيك نيرفل سيستر شوف اللي حافظ لك على ضغط الدم خلال المستوى القريب أو القصير خلال ساعات مثلا ارتفع ضغط الدم عندك خلال ساعات من اللي نزله أو انخفف ضغط الدم عندك خلال دقائق من اللي رفعه خلال فترة قصيرة من اللي يتحكم به هو الجهاز السنباثاوي أو الجهاز الودي دكتور قبل ما تدخلي بالجهاز الودي شرح لي بشكل سريع حتى ما تطول بالفيديو شين هو هو ضغط الدم الضغط أخذت أنت بالفيزياء ما أعرف بها صف بالإعدادية هو القوة المسلطة على المساحة يعني شين يدكتور القوة المسلطة على المساحة يعني قوة جريان الدم خلال مساحة معينة اللي هي مساحة منه مساحة الأوعية الدموية يعني الانبسط منه البسط هو قوة جريان الدم يعني إذا زاد البسط أكيد رح يزداد الضغط والمقام منه اللي هو مساحة الأوعية الدموية يعني أنا إذا قللت المساحة مع الأوعية الدموية قللت المقام أكيد الضغط شبي حيكون يزداد. فاني اقدر ازيد الضغط عن طريق الجهاز السمبتاوي عن طريق تقلص القلب ازيد تقلص القلب ازيد الكونتراكتري ما للقلب حتى يضخ دم اكثر يضخ حجم دم اكثر وكذلك عن طريق انه شا سوي مو مو فقط ازيد هذا لا وانما اخلي مساحة الاوعية الدموية تقل اقلل مساحة الاوعية وانت تقلص مساحة الوعاء الدموية سيقل وبالتالي الضغط يزداد نفس الفكرة مال الصندة مال حديقة مالتك من تجي تعصر راسها ماذا سيكون التدفق مال الماء سيزداد لماذا؟ لانت قلصت الصندة ونفس الشيء هماتين تقدر يشغل المطور ما يقول المطور يضخ ماء اكثر يضخ ماء اكثر فهماتين الضغط الماء يزداد فانت تزود الضغط الماء عن طريق شغلتين اصرت الصندة قلصتها او شغلت المطور خليتها يضخ دم اكثر هو هذا الفكرة انه اولا عن طريق جهاز السنبثاوي زيادة ضغط الدم او تحكمت بضغط الدم عن طريق شغلتين اول شيء رفعت ضغط الدم عن طريق انكريز انفاسكولار رزيستانت يعني انكريز انفاسكولار رزيستانت زيادة مقاومة الدم عن طريق شون زيادة مقاومة الدم خليت الاوعية الدم ويتتقلص او عن طريق شنوى انكريز كارديك بومبنج ابلوتي يعني خليت قلب يتقلص اكثر خلتها يضخ يضخ اكثر شغلت المطور فذلك ضغط الدم زاد فهس عرفت الشون الجهاز السنبثاوي يزيد لك ضغط الدم عافية بس على المستوى شنو على المستوى شورت تيرم القصير لعل دكتور من اللي يحافظلي على ضغط الدم على المستوى البعيد صاحبتك الكلية هي تقوم بالمحافظة على الضغط الدم على المستوى البعيد long term شلون دكتور تحافظ لي الكلية على المستوى يعني تاخذ لها أيام يلا تخفض الضغط أو تاخذ لها أيام يلا ترفع الضغط على المستوى البعيد شلون دكتور عن طريق آلية يسمونها renal body feedback renal body fluid feedback شلو معنى renal body fluid feedback دكتوري شرح لياها شوف لما الارتيريال برجر يزداد حيل ضغط الدم والتك ارتفع شميل ضغط والتك الدم ارتفع راح يصير feedback mechanism شنو معنى feedback mechanism كلمة feedback يعني شكل عكسي آلية عكسية ارتفاع الضغط نتيجة الارتفاع الضغط الكليش حدكم يسوي اطلع لك ماي ويعني اطلع لك ball اللي هو الماي وتطريد لك بعدها ما تنشي تطلع لك sodium كلمة اطلع لك ماي معناها diuresis كلمة اطلع لك sodium natriuresis فهمت عليه شون natri natri يعني sodium natriuresis urines يعني urine يعني ball فيا حبيبي الضغط مال الدم من يرتفع يرتفع بشكل عالي نتيجة مثلا لأي سبب ان كان لأي سبب ان كان الكليب هاي دورها شون شون تقوم بالمحافظة على ضغط الدم شون حتقلل لك ضغط الدم المرتفع هذا قبل مباشرة تقوم تطلع تقوم انت تروح يعني يزداد الادرار عندك تقوم تبول ماي وصوديوم حتى يخف حجم السوائل لحا الدكتور أنا ليش وذا يعني وذا بلت ماي وصوديوم مثلا يعني وذا سويت وذا طلعت ماي وصوديوم عن طريق اليورين دين انت من طرت الفلود من طرت السوائل من جسمك طلعت من تقلل تقلل الماي من الدم يعني قللت حجم السوائل بالجسم جريان الدم مش هيكون قليل لأن انت السوائل ما لتك طردتها قللتها همت عليه شون الفكرة الماء التانكي ما للماء وما تروس ما تروس ماي ش هيكون اكيد الضغط بداخله حيزداد الصندة نفسها من تترسها ماي ش هيكون الضغط بداخله عالي بينما لو تقلل الماي اللي يجري خلالها تقلل الماي اللي يجري خلالها حيكون الضغط اللي بداخلها قليل لأن انت اصلا قللت حجم السوائل داخل الوعاء الدمول من اللي يقلل لك الكلية شلون الكلية قللت لك حجم السوائل خليتك تبول هواي قامت تطرح هواي لأن الكلية وظيفتها طرح الماي والتوكسن باديس يعني التوكسن موليكيول الجسيمات المضرة السامة فهذا معنى الحجي وعلى النقيض كون فيرسلي معناه وعلى النقيض وبالتناقض لما الارتريال بلد برجر يقل حيل فول تو لو لما يقل حيل الكلية هنا هتطرح سوائل لو ما هتطرح سوائل انت ضغط دمك قل تخيل هل من المعقول الكلية تقوم تطرح سوائل لا المفروض تتحافظ لعليهم حتى يرتفع ضغط دمك لأن انت ضغط الدم ما تك قل دكتوري لاخص للسالف هاي لاخص لك انه خروج خروج السوائل عن طريق البول الماء والملح عن طريق البول يتناسب اكسيا مع الضغط يعني من يزداد الضغط راح شنو خروج السوائل حيزداد طرديا خروج السوائل حيزداد من ينخفض الضغط خروج مال السوائل بعد حيقل فهمت عليه شون يعني الخروج ارتفاع الضغط قبل الخروج زاد ارتفاع الضغط خروج قامت الكرية تطلع ما يوم حتى تقلل لك الضغط انخفض الضغط لا الكرية بعد ما تطلع حتى تحافظ لك على ضغط الدم تحافظ لك على السوائل حتى يرتفع ضغط الدم وضحت الفكرة شلون جيد لكن هاي الميكانزم للأسف تاخذ لها أيام أسابيع مثل ما فيهم تكاني حتى تصل إلى مرحلة الالتزان حتى نوازني البلاد فهاي الميكانزم هاي الآلية ما تفيدني بالأكيوت كن Авس ينخفض الضغط أو يرتفع الضغط بينما الأكوت من المسؤول عنه الجهاز السمبثاوي أو الجهاز الودي جيد شف هسه هذا المخطط هذا الخط يمثلك الانتيك كلمة انتيك يعني انه انت تاخد تاكل ماء وملح انتيك اللي انت تاكله من الماء من السوائل والملح الاوتبوت اللي انت تطرحه من السوائل والملح وهذا الخط الأفقي يمثلك الارتريال البلد برجر فهذا الحجي كله شف هذا الحجي الأربع أصطر راح ألخص لك هنا بهذا الرسم يقول لك انه انت من تاكل ملح وماء بشكل طبيعي ها هنا انا واحد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة موتي يجد حيكون عند الرقم واحد يجد حيكون ضغط دمك هو مية وهاي هي نقطة الالتزان بشكل طبيعي كل انسان يأكل معدل معين من الماء والملح ويكون ضغط دمه عند هاي النقطة متزم لما نتقوم تاكل ماء وملح خنقول الى رقم ستة اجد حيكون ضغطك هنانا تقريبا يصل الى حتى مية وخمسين قد يصل الى مية وخمسين فكل ما زاد الانتيك اللي انت تاكله من ما يملح زاد ضغط دمك زين دكتوري بالنسبة للخروج مالتك الخروج مالتك شنو علاقته بضغط الدم شوف عندك هذا الاوتبوت هو نفسه كل ما زاد الاوتبوت كل ما طرحت سوائل انت كل ما الكلية قامت تطرح سوائل وعن طريق البول يعني ش تتوقع الضغط يقله ويزداد هسا قلت لك ياه الضغط حيقل صح لو لا الضغط حيقل بس هو انت ليش قيمت تطرح سوائل ليش قيمت تطرح لانه عندك الضغط مرتفع فهمت عليه شون يعني تقدر تقلي دكتور من كل ما يرتفع كل ما يرتفع عند الضغط هذا اللي يقص thrive انه عملية طرح السوائل تتناسب ترديا مع ارتفاع الضغط يعني كل ما يرتفع عند الضغط mange تطرح سوائل لتطرح سوائل لقوم للغاية ضغطها ارتفع تطرح سوائل فهمت عليه شلون ليش طرحت حتى تقللي البلاد برشر حتى تقللي البلاد برشر وضحت الفكرة شلون فهذا الاوتبوت شوف هنا مثلا شان الاوتبوت خنقول الرقم اربعة هنا هنا شان نقطة معينة خنقول ليه 150 الضغط مالتك لما ارتفع الضغط الى 200 اشقدت تتوقع صار الطرح مال السوائل وصل حتى الى 8 شوف شلون وصل حتى الى 8 ليه شي تشو وصل الى هاي النقطة لانه انت لازم تعرف انه من يرتفع الضغط عندك تزداد عملية طرح السوائل فاذا يتناسب طرديا عملية طرح السوائل مع ارتفاع الضغط وكذلك يتناسب طرديا ارتفاع الضغط مع الانتيك مع عملية اكلك مع عملية اكلك للسوائل يعني كل ما تقوم بتاكل هواي ما يملح كل ما يزداد عندك الضغط زين دكتوري كمل فهي نانا انه شوف كاتبك كلمة يزداد الضغط شوف تاعها يعني هذا يوضح لك المخطط شرحناه وعلى النقيض من يقل البلد برجر تحت نقطة الانتزان من يقل البلد برجر تحت نقطة الانتزان شحيكون يعني من يقل البلد برجر هس هنا أنا فرضا إذا البلد برجر صار خمسين خمسين قلب أو صار مثلا خنقول ثلاثين هنا هل الكرية تقوم تطرح هواي سوائل شو توقع أنت أكيد لا راح تقل لنانا ريدة حافظ على السوائل حتى ترفع لضغط الدم فتلقى هنا الأوتوبوت مثلا تلقاه عند الرقم واحد أو أقل فهمت عليه شلو فعملية طرح السوائل تتناسب طرديا مع ارتفاع الضغوط فهنا أنا موضح لك هاي أقول لك إذا البلد برجر فول بلو دي اكوليبريان بوينت الرين الأوتوبوت لما يقل الضغط تحت نقطة الإنتزان الرين الأوتوب تبش بيها راح تكون لور دان انتيك راح تقل تقل أكثر من اللي انت تاكله فهمت عليه شنون حتى يرتفع الضغط مالتك حتى يرتفع ضغط الدم لخص لدكتور ما افتهمت كل ما تاكل ماء وملح يزداد الضغط كل ما يرتفع الضغط مالتك يزداد عملية طرح السوائل عن طريق الكلية وهذا المخطط يوضح لك الموضوع يمتى يكون عملية أكلك للماء والملح هي تساوي لك عملية طرحك للسوائل يمتى بيا نقطة عند هاي النقطة لما يكون الضغط مية اللي يسمونها الاكوليبريام بوينت يسمونها شنو اكوليبريام بوينت يعني هي عملية تكون بيها النقطة هاي النقطة الاكوليبريام نقطة الانتزان موحد يقول لك شنو نقطة الانتزان يتقول لها هي النقطة اللي يكون بيها أخذك للسوائل لنتيك للسوائل عملية أكلك للسوائل والماء والملح تساويلي عملية طرحك للسوائل لما يكون الضغط 100 وضحة الحلو الحلو الحاجة اللي هنا لا لا جيد ان شاء الله حلو الحاجة فالرينل الريينل بدي فلود فيدباك ميكانيزم ديومونستريت نير انفينت فيدباك قيل شنو عنا هذا الريينل بدي فلود بدي فلود ميكانيزم معناته هذا هذا عملية شرحناها هسه عملية طرحة كلية للسوائل حتى تحافظها على الضغط مال الدم كاتب لك يا مترجم لك يا شوفها لها مكاسب غير محدودة شلون لها مكاسب غير محدودة شرح لي هسه رح أشرح لك يقلك خلني فترض لتأسوم يعني خلني فترض أنه الارتريال بلد برجر ارتفع صار 150 هنا هنا وانت قبل لا تشوف الرسم رح أصلك سؤال من ارتفع الضغط وصار 150 عملية طرحة كل السوائل تزداد لو تقل والضغط مرتفع شا تقول مش يصر بك انت عافية عافية روان عافية مؤمل عافية حيدر عافية عبد الخالق كلكم جوابكم صحيح تقوم الكده تطرح سوائل اكثر فعملية طرح السوائل ازدادت اكثر فهمتوا عليها شلون ازدادت اكثر وبحيث يقول لك صارت ثري تايمز اكثر اكثر بثلاث مرات من عملية اخذك للسوائل يعني ازدادت اكثر من الانتيك يعني الاؤتبوت ازدادت اكثر من الانتيك ليش؟ لأنه الضغط ارتفع اريد اتخلص من السوائل اني بياه حال بحال الانتيك اريد اطرد انا اريد اطرد ما يملح فهذا معناته فالبادي لوس فلويد فوليوم مني تقوم تفقد سوائل مني تقوم تطرحن حيقل حجم الدم وبالتالي مني يقل حجم الدم رح يقل الضغط الى ان يصل الى نقطة الاتزان يعني من شان هو مثلا كان مية وخمسين انت تقوم تطرح سوائل تطرح سوائل تطرح سوائل هواي حيرجع الى نقطة الاتزان ويقل ويصير مية زين وين حصلنا هنا وعلى النقيض وعلى النقيض لما الضغط مالتك ينخفض تحت مستوى تحت نقطة الاتزان لما الضغط مالتك ضغط الدم ينخفض تحت نقطة الاتزان اش هيصر من الضغط ينخفض تحت نقطة الاتزان قل الضغط الخروج ما للسوائل مالتك حيزداد له يقل والضغط مالتك قليل انت بحاجة السوائل انت بحاجة الماء والملح بهالحالة الضغط لا ما يقل السوائل الخروج مالتك يقل حتى انا اريد احافظ على الماء والملح الخروج مالتك عملية طرح السوائل والماء والملح حتقل لان اريد احافظ عليهم حتى ارفع بهن الضغط نقطرها السطر فلأنه فأنا من قللت عملية الخروج عملية الإدرار مالتي حتى أرفع الضغوط لما كان منخفض والنوب الضغط رجع نورمال لأنه رفعته لأنه قللت الخروج مالتي فقدرت بهذه العملية أوازنة سوي كونترول أحافظ منين خفض الضغوط؟ منين خفض الضغوط؟ الكليه تحافظ عليه منع السوائل حتى يرجع يرتفع ومن يرتفع الضغوط الكليه تقوم تطرح لي ما يملح حتى ينخفض الضغوط ويرجع طبيعي فالكلية تتملعب لك بالضغوط عرفت هي هذه العلاقة مالتها فهاي يقل لك لأنه ما يصير أي خطأ بيها لها مكاسب غير محدودة يا سبحان الله صلى على محمد محمد صلوات هيا نا صدق المحمد صلوات تجي كفيت كيف يمكن أن تحافظ الضغوط؟ على المستوى البعيد شنها هاي الشغلتين؟ أولا أول شغلة الرينا الأوتبوت عملية خروج السوائل أكيد هالصحة رأت جاناها والشغلة الثانية عملية الانتيك شقد ما تاكل أنت سوائل كل ما يرتفع الضغط فيه لي حافظ لك على المستوى البعيد طبعا راح تقول لي تشاول كليه أقول لك ومن يريس يسوي الأوتبوت؟ هي الكليه فشغلتيني حافظ لي على الضغط على المستوى البعيد اللي هنا أولا عملية خروجك عملية طرحك للماء والملح الأوتبوت وثاني شي الانتيك أوتبوت والانتيك حتشين فيقول لك هنا بالفقير بي an abnormality of the kidney has abnormality of the kidney has caused the renal output curve to 50% toward higher blood pressure فthis shift result a new equilibrium point and the blood pressure followed this new شو حتى قل لك فهمك يا هنان شو ما معناته يقول لك انه انت يعني هو إذا يعيد لك بالحج نفس فالثو greater salt and water انت كان theoretically elevated بلد برجار شو ما معناته هذا يقول لك الشخص اللي يأكل ماء وملح هو ماي وملح هو حيزداد عنده ضغط الدم فآني البرحة ناقشون روان ومؤمل قالوا لدكتور قلت لهم بالضغط يقلل الملح والماء قالوا الدكتور يقلل الملح بس يشرب ماء وماء على مدى الكليا تقوم وتخرج ماء هذا الشي مو صحيح هذا الشي يعني فاهمينا خطأ ليش لنهس قدامك ها يبلكتور بداعج لك أنا أقشك من خلال كتاب لأنه كل ما تشرب ماي وملح هو حيزداد السوائل داخل جسمك راح تقول لمو هي الكلية من يزداد الضغط الكلية حتقوم تطرح ماي وملح تطرح ماي وملح تطرح ماي وملح حتزداد عملية الخروج أقل لك لا هي أوتماتيكيا السوائل مرتفعة هي أوتماتيكيا الكلية تشتغل فلا تتعب ها أكثر وتشرب ماي أكثر وضحة روانو مؤمن جيد فهذه خلال هاي كده أشرت لكم ويا حتى تفهمونها ربطناها كلينيكيا سريريا بالموضوع مزين هذا مقاة مقاة عملية في أرثير البلد براجر مقاة عملية المحافظة ها شخص كفة شغل شرح لكم إياه أنه هذا عائل عملية المحافظة على المستوى البعيد مو فقط الكلية اللي تقوم بها وإنما أكفة ميكانزمات ثانية اللي تكون عبارة عن يسمونها ملطبل نيورو هرمون الميكانزم شوفها ملطبل نيورو هرمون الميكانزم هذا ملطبل نيورو يعني عن طريق فد آليات ثانية سواء كانت هذه الآليات هرمونية أو كانت هذه الآليات يعني عصبية نقدر نطرح بها نقدر نشتغل بها نحافظ بها على ضغط الدم كأن يكون شلون أنه نقدر نزيد لك الضغط الدم عن طريق نخلي فد آلية معينة من خلال هرمونات معينة اللي هو الانجيو تنسين 2 والالدوستيرون نزودهم زين دكتور وذا زادوا لأنه الانجيو تنسين 2 يقوم بتقليص الأوعية الدموية يزود لك الضغط والالدوستيرون نقدر نرفع الضغط من خلاله من خلال لأنه الالدوستيرون وظيفته يسوي لك ريتين شنو يزود لك السوائل بداخل جسمك يزود لك السوائل بداخل جسمك هذا معناه يسوي لك ريتين احتباس للماء والبول داخل جسمك هذا وظيفة الألدوستيرون فذولة إذا زاد واثنين آتهم أكيد الضغط رح يزداد صح لو لا أكيد الضغط رح يزداد ف which increase the ability of the kidney to excrete salt and water and result in a step renal output curve شنو معناته هذا معناته شنو معناته أنه حتى تحمي لك large the protection against large increase in arterial blood pressure حتى أنا أحمي أحمي نفسي أحمي نفسي من أنه يرتفع عند الضغط بشكل عالي جدا أنا لازم أسوي إلما decrease أقلل بمن أقلل بالформation ما لدل الهرمونات اللي هس شرحت لك وظيفة شنو هس قلت لك وظيفة زيادة بضغط الدم فمن قللت الضغط الدم سيرجع يعني يصير لك عملية حماية من ارتفاع ضغط الدم لأنه أنت تقدر تخفض لألدوستيرون وتخفض الأنجيو تنسين زيادة زيادة ونفس ونفس الوقت من خفضتين هماتين تقدر شو تسوي تسوي increase تطرح بعيد على مستوى كرونيك وهي تجيكم بلادوستيرون زيادة increase total peripheral vascular resistant does not elevate long term arterial blood pressure fluid ماذا معنات هذا معنات أنه عملية معنات أنه عملية من تزداد المقاومة مال شرايين جسمك أكيد سيزداد الضغط صحيح لأولا لكنه يقول لك إذا زادت المقاومة مال جسمك كلية مال شرايين جسمك كليتهم عدا الشرايين الكلوية عدا الشرايين الكلوية يعني الكلية بعدها تشتغل ما صار بها vascular resistant تشتغل بشكل طبيعي والضغط عندك ارتفاع عادي الكلية تقوم تخرج سواء لهوان وتنزل لك الضغط بيه شي مصحح لا ما بيه شي واضح هاي بينما لو زادت لو زادت يعني لو زادت المقاومة بجسمك كل ومن ضمن المقاومة التي زادت هماتين زادت عندي زادت عندي المقاومة بالشرائين الكلوية يعني فوق ما صارت general vascular resistant ازداد وكذلك عندي زادت ال renal vascular resistant اثنين زادت عندي من ازداد عندي اثنين الكلية بعد ما تقوم بتخرج هوا لأن المقاومة زادت عدا صارت تقلص بالشرائين اللي واصلت لها فاصلا دم ما وصل لها هوا فتقوم تطلع سوائل هوا الا ما تقوم تطلع سوائل هي اصلا ما وصلت سوائل حتى تطلع هن فهمت علي ما وصلت لها سوائل حتى تطلع حين وتخرج هن فأكيد هاي العملية اذا صار عندي renal vascular resistant بعد ما اقدر احافظ على ضغط الدم فهذا معنى العلوان معنى العلوان ان كريز بريفرال vascular resistant does not elevate long term arterial blood brujer يعني من تزداد المقاومة بكل شرايين جسمك ما رح يرتفع ضغط الدم ليش لانه الكيلية قاعد تشتغل ما زايد المقاومة بيها فهمت علي ايش لون لانه الفلود انتاك او اليور اوت بوت والفونكشن ما للكيلية ما تأثرت وضحت عليه شلون شوف باو the reason for this phenomenon انه من زادت للمقاومة في كل مكان جسمك ما عدا الكلية المقاومة بيها ما زادت الكلية بعدها تشتغل الكلية بعدها تشتغل هل تأثر ضغط الدم ما تأثر الكلية بعدها تشتغل فما رح يسوي لك ما رح يسوي لك change بال blood brujer فهمت عليه شلون بينما من تزداد المقاومة بالشرايين الكلوية بالشرايين الكلوية زادت لك المقاومة وحتى لو ما زادت لك المقاومة باقي جسمك يعني حتى لو بس الشرايين الكلوية زادت لك مقاومة صار تلت تقلص تقلص من الشراين الكلاوية التي تعملها تقلص لأنها تقلص بها أصلا كما عملها في شراينها تقلص أصلا وعطيها بعد غير يحافظ الزغط بعد قول عن الضغط قبل بعد الغريف سيتم ارتفاع عندك الضغط برحوم ارتفع عندك الضغط. فهمت عليه ماذا؟ فهذا سيقوم بعمل المستوى الكرونيك. لأنه لا يتأثر لي. لا يتحافظ على الكلية. لا يتحافظ. ليس لعلاقة الأكيوت. فقط الكرونيك. عندما يزداد حجم السوائل بداخل جسمك. ما سيحدث؟ ماذا سيحدث عندما يزداد حجم السوائل بداخل جسمك؟ أولاً. عندما يزداد حجم السوائل بداخل جسمك سيزداد الاكسترا سيليولر فلود فوليوم. عندما يزداد حجم السوائل بداخل جسمك لأي سبب كان كأن تكون انه انت قاعد تشرب ماء وملح أو الكرية مات لك عطلانة وما قاعد تطلع لك ماء وملح. ازداد السوائل. شن اللي حيصير؟ شرح لي؟ شن الخطوات اللي حيصيراً؟ أولاً راح يزداد السوائل أو يزداد الحجم السوائل داخل الأوعية الدموية. أنه كريزي بلد فوليوم من ازداد حجم السوائل داخل الأوعية الدموية. الحجم الدم النازل على يلوب هو له قليل اللي ينميلي بي القلب. حجم الدم بشكل عام هو ازداد فأكيد الفلينج برجر حيزداد. يعني حجم القلب اللي ينميلي حجم الدم اللي ينميلي بي الفلينج اللي ينميلي بي القلب حيزداد لأنه لأنه زادت كمية الدم داخل الأوعية الدموية. وهذه واحدة. هذا زاد حجم المال القلب. جيد. والدم اللي يراجع للقلب يزداد لو ما يزداد. اللي يراجع لمنين اللي يراجع له من جميع الجسم يرجع لك عن طريق السبرير والإنفرير فينا كافي المن للقلب. حيزداد لو ما حيزداد. طبعا حيزداد. لأنه هو وقت لك أصلا الدم داخل حجم الدم داخل الأوعية الدموية مالتك ازداد. فأكيد حيرجع لك دم هواي للقلب. من اللي يزود لك يا؟ يعني يكون أكلة ملح ما يملح هواي. الكليا ماتك عاطلة صار بها فشل كلوي. فأكيد الراجع في نصرتين يعني الراجع. الراجع ما للسيارة. الراجع على القلب. الفي نصرتين الراجع على القلب عن طريق السبرير والإنفرير فينا كافي. هيصير هواي. من يزداد الراجع على القلب. ويزداد حجم. حجم الدم. أثناء مليء. أثناء الملء مال القلب. الفلنق بلد برشر. أو الفلنق بلد فوليوم. يعني صار الدم هواي وين على القلب. حتى يتخلص. من. حتى يتخلص من هذا الدم اللي يتراكم عليه هواي. ماذا سأفعلك يبقى يبدوكي. وكان هو. وكان يبقى لدبا. لبا. 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 وصير اللبا. يقوم يدقه بسرعة حتى يتخلص من هذا وكذلك تقلص عضلاته يزداد الجهد عليه يقوم يدقه بسرعة حتى يتخلص من هاي السوائل اللي يتراكمها تعليه فهمت عليه اذا زادت عملية تقلص القلب زادت قوة جريان الدم ومن تزداد القوة يزداد الضغط مفيش احلى من كده زين وعطشت ووصال لساعة شي واخر شي روان تريد بكور سبع عشرة هاي واضحة النقطة زين دكتوري كملي ان كريز من تزداد عملية هاي اللب دب لب 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 بلد فلو ان مني اوف تيشيو يعني شنه معناته من يزداد ضخمة للجلب للدم حيد دمن حيروح لسائر انحاء الجسم للانسجة يروح والانسجة تقوم تطوف بالدم تغرق بالدم يا ناس يا عالم اللي حقولي الانسجة غرقت فكد كردة فعل كردة فعل لهذه الغرق لهذه العملية تعبانة لانه غرقة الانسجة مش راش يصwijد اللـو гл Alleg adverse فلوس كنستركش تقلصت حتى ما يوصل لك دم الهوي للانسجة فهمت عليه شنون تقلصت مهم حتى مايوصل دم الهوي للانسجة ومن it تقلص الأوعية يعني أن تقلصت الاوعية الدموية كرد فعل المن كرت فعل للـ High cardiac output كرت فعل للب دوبلب دوبلّب generations كبير تقلص لك الأوعية دموية يعني وكأن تقول لي يا طايح الحظ غرقت يا طايح الحظ يا القلب غرقت الأنسجة بالدم كافي دهك هاي خليك قلص الأوعية دموية طايح حظك من قلصت الأوعية دموية والكارديك أوتبوت عالية قدرت تحافظ أرجع الضغط أوازنه أوازن الضغط فهمت عليه شنون فهاي عملية الموازنة هاي عملية الموازنة شو سموها أوتو ريجوليشن أوتو ريجوليشن يعني أنا سويت تقلص بالأوعية الدموية كردفع الإلما للهاي كارديك أوتبوت لأنه الهاي كارديك أوتبوت وحدها ازود الضغط فأني لازم أقلص هالأوعية الدموية من أنا حتى أرجع الضغط طبيعي وضحت الفكرة هاي عملية سمونا أوتو ريجوليشن ف سمونا أوتو ريجوليشن سمونا أوتو ريجوليشن سمونا أوتو ريجوليشن أوتو ريجوليشن سمونا أوتو ريجوليشن ما معنى هذا الحشي؟ معنى هذا الحشي إنه من يزداد ضغط الدم مالتك الصندة مال المي بداخل المال المي بداخلها الضغط مال الدم يزداد خوش حشي خوش حشي دكتور وكلامك واضح وحلو جميل ولطيف من يزداد بس هاي الصندة إلها قابلية إنه تتوسع يعني حت له حت له ازداد الضغط ازداد شغلت الماتور مشى ما يهواي هواي هواي مشى بالصندة يعني الضغ ضخ دم كلش تشبير بس الصندة شنو إلها قابلية تتوسع ازدادت الكاباستي سعة مالتها حيزداد الضغط لولا ما حيزداد لأنه أنت قاعد زيد القوة مال الضخ بس بنفس الوقت صحيح بس بنفس الوقت قاعد قاعد زيد المساحة قاعد زيد المساحة قاعد زيد المساحة قاعد زيد السعة فما راح يتأثل الضغط فهذا معنى هاي الجملة اللي يمقشر لك يا شرح أو MCQ أنه لازم حتى يزداد ضغط الدم لازم الكاباستي سعة ثابتة مو تتوسع انطيني مثال دكتور فور اكزامبل الناس اللي عندهم على سبيل المثال الناس اللي عندهم liver cirrhosis often has a large increase in extra cellular volume شوف الناس اللي عندهم liver cirrhosis يا حبيبي هذول شعدهم الليبر عندهم عطلان الليبر وظيفته شنو تصنيع البروتينات اللي هي الالبومين بالذات هذا الالبومين وظيفته مهمة جدا شنو وظيفته انه ما يخليلك الدم يخرج عن طريق الاوعية الدموية يحافظ لي على انه الدم داخل الوعاء الدموي وان يخرج دكتور يخرج الى الانترستيشيوم الى المكان اللي بين الخلايا يسمونه انترستيشيوم فهو 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 هنا شنو هنا الوعاء الدموي ببروتينات الالبومين تحافظ لي على الدم داخل الوعاء الدموي فهاي يسمونها انكوتيكو برجر فمن تعطل الكبد بعد ما حد يحافظ لك على الدم داخل الوعاء الدموي يقل انكوتيكو برجر قبل يطلع الدم الى المكان اللي بين الخلايا يروح يسرح الما الى بين الخلايا من يروح يسرح الى بين الخلايا من يروح يسرح بين الخلايا للانترستيشيوم قبل يسرح الحجم البلد داخل الوعاء الدموي يقل وزداد قل هو شكرا قل فخلي جي نشرح لك انت تكسر بشكل يعني مثل ما تقول ضحطك بصورة عامة خلي جي نعرف النقر المكتوب على سبيل المثال الشخص اللي عند تشمع بالكبد رح يصير عند تشمع بالكبد فهذا هاي العملية يصير عند اللي يعدهم لفرسل روسيس اما اللي يعدهم انا اعطيك مثال امثلة ورح اربط لك موضوع اما اللي يعدهم فيبروسيس بالكبد يعني فيبروس تلايف هذا التلايف موجود بالكبد يضغط لي على الوعاء الدموي اللي واصل لك للكبد اللي جاي لك للكبد الوعاء الدموي اللي جاي للكبد اسمه بورتل منين جاي جاي من الامعاء فاسمه بورتل بورتل يعني هباتك فمن ضغط لي علي هذا الغاب ضغط علي ضغط علي الغاب ضغط لك على وعاء الدموي من برع قلص لك اياه قلص لك اياه الوعاء الدموي ش هيكون حيصير به هذا البورتل هتزداد السعة مالته حينتفخ حيأرض حيصير كبير ليش لانه حتى يقاوم هذا التقلص اللي صار بسبب الفايب روسيس لانه هذا التقلص واحد يزود لك الغط ونتيجة نتيجة لهاي العملية الكابازتي سعة الوعاء الدموي اللي هو البورتل الفايبروسيس لانه الفايبروسيس زود لي الضغط شلون زود للضغط ضغط لك على وعاء الدموي من برا وخلا لك يتقلص نفس الفكرة بالناس اللي يعدهم دوالي نفس الفكرة بالناس اللي يعدهم دوالي تشوف الأوعية الدموية ما لتشبيه تشوف منتفخ من رجلة منتفخ ليش منتفخت لانه زادت الكابازتي ساعتهن زادت ليش زادت ساعتهن حتى تقاوم البلد برجار حتى تقاوم البلد برجار واتحت علي شون الفكرة فهس عرفت ليش الوعاء مرات الوعاء الدموي النفخ او الصون دماتك النفخ تعرف ليش لانه صارت عندك في بعض الأحيان لسبب ما كان يكون تشمع بالكبد كان يكون تلايف بالكبد لسبب ما زادت الضغط ومن زاد الضغط انا اريد احافظ احافظ علي فالشراين شي 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 تسوي حتى تقلل الضغط تتوسع تزي زود ساعتها تعرض تنفخ وضحت زيان هاي خلصناها في هذه الظروف الكدني اكتشولي رتين سولد انت ووتر في هذه الظروف الكريا تحافظ علي الماء والملح ليش تحافظ علي الماء والملح هسا قلت لك بيها ما تطرحن شوف الكريا السوى تشكية شريفة خلت لك الاوعية الدموية تتوسع وما طرحت للماء والملح لانه او التليوف او التشمع مال الكبد هو الماء والملح مالته وين راحه راحه الى خارج الاوعية الدموية يعني اصلا هو الماء والملح تسربه من الوعاء الدموي لانه البروتين قل فهمت الفكرة شلون فاني شلون اطرحهم لانه بس اطرحهم يصير عندنا الخفاض بالضغط كلش قوي فهمت شلون فهمت شلون علي ما يصير تطرحهم الماء والملح مالته وبالتالي الدكتور والفايبروسيس وهذا التلايف اللي ضغط على الوعاء الدموي واشا اصوي له اصوي له ازيد الكاباسي السعة مال الوعاء الدموي وخلي تحمل الوعاء الدموي وخلي يتحمل احسن مما اطرح الماء والملح واخلي الضغط مالتين خفض وضحت شلون هزا الفكرة المهم الهايبر الهايبرتينشن جيد ضغط الدم يقول لك الطبيعي تقريبا يقول لك هو تقريبا 12 على 8 120 على 80 فالهايبرتينشن يمكن نقول انه هذا المريض عنده هايبرتينشن اذا كان ضغط الدم مالتك اكثر من 140 على 90 140 السيستوليك اللي ضغط الدم انقباضي او هذا 140 او يكون دايستوليك يعني اكثر من 90 يعني اكثر من 140 على 90 تعتبر المريض عنده ضغط الدم اما الناس اللي عدهم فشل كلوي او سكر حتى 130 او 135 يعني 13 على 9 نعتبر عدهم ضغط دم زين هاي نانا شو المعناته معناته شما هي من يزداد ضغط الدم مالتك شنو المضاعفات اللي حيسويها هسا قلنا وحدة حيخلي حيخلي القلب يزداد الجهد مالته excessive work load on the heart ليش لانه lead to early heart failure and coronary disease من يزداد الضغط مالتك لسبب لسبب ما كأن يكون اي سبب القلب شي قوم وش يسوي قوم يسوي لب دب لب دب لب دب تزداد دقاته مو صحيح لما يكون الضغط مرتفع شو قلنا كارديك آوت بتشبيه مرتفع تزداد دقاته فهاي لب دب لب دب لب دب ازدادة مالكارديك آوتووت حيزود لك جهد القلب فالقلب حيتعب يدخل الى مرحلة عجز قلبي كهارد فيلر او كوراناري آرتري ديزيز او بعد ما يتحمل ويبقى فقط يشتغل فقط يشتغل وهو ما يوصل لدم زين وبالتالي حيدخلك الى كوراناري آرتري ديزيز قصور شرايين الذاتية التاجية قصور في الشرايين التاجية اللي هي الذبحة الصدرية الجلطة القلبية زين لانه القلب تحف يقوم يشتغل زاد عليه الجهد او لا عندك شريان معين عندك صندة معينة بجسمك كأن تكون الايورتي والضغط بداخله مشغل المعطور انت الضغط بداخله قاعد يزداد لوب دوب لوب دوب المعطور حين مشتغل صندة اش يصبح بها ترابتشر ترابتشر قبل تنفجر سواء كان هذا الانفجار يصبح مثلا بشرائن دماغك يسوي لك جلطة دماغية اذا انفجر بشرائن دماغك او اي مكان اخر لا ممكن شي يسوي هذا الارتفاع بالضغط يسوي لك دماج بالكلية زين دماج بالكلية الكلية الكلية اشقلنا بها اذا زاد اذا اول شي هي الكلية شون يصبح بها دماج مكان ما تشانت مرتاحة تقوم حتيشتغل تنخل هواي الكلية منخل تقوم حتيشتغل هواي يزداد الشغل عليها يزداد الحمل عليها بالنتيجة هتتعب وتدخل اذا فشل كلوي او لا من الساعة اللي سولفناها الفاسكولار رزيستانت نفسها ما للكلية مني يصير فاسكولار رزيستانت بالشرايين الكلوية يعني دم ما واصل للكلية هتموت لو ما هتموت هتموت وتنتيه الى مرحلة كدني فيلر تنتيه الى مرحلة بالكدني فيلر فاندي احكي لك بشكل مختصر للمواضيع حتى متى عليك السالفة زين دكتوري كمل لي خلجر نفس شاكمل لك تعبت لمن يزداد الماء والملح لمن السولت ووتر انتيك ار انكريز عندي الشغلات اللي ما مأشير لك عليها زين معناها معيودات معناها معيودات فهمت عليه شلون وانت ذا ما فهمت عادي 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 لك مرة ومرتين وثلاثة بسيطة فاني ملخص لك المحاضة لمن يزداد الماء والملح والكلية مالتك عطلانة شا حيصير شنو شنو الأحداث اللي حيصير اولا الأحداث اللي حيصير اكسترا سيليولر فلود فوليوم وش حيصير به هسا الكلية مالتك بعد ما تشتغل بعد ما تطرح لك ما يملح والضغط مرتفع فالضغط فالحجم داخل وعاء الدموي اكسترا سيليولر فلود فوليوم داخل وعاء الدموي حيزداد اكستباند يصير به وبالنتيجة يزداد البلد برجر فمن يزداد البلد برجر أكيد رح يزداد الراجع ما للقلب البي نصرتين ويزداد الحجم اللي يمتل بي القلب من ازداد اثنيناتهم ش حيزداد دنعيت هالموضوع ش حيزداد حيزداد الكارديك اوتبوت حتى يضخ حتى يتخلص من الدم اللي واصله هواي من ازداد الكارديك اوتبوت عملية طرح الدم عن طريق القلب ضخ الدم عن طريق القلب وان حيروح للانسجة الانسجة شبهها تغرق يا ناس يا عالم الحقولي قبل من فزاعة العالم صاشنو فازو كونستريكشن تقلص بالاوعية الدموية فهمت على شون فمن هسا شبت هالنقطة من زادة الكارديك اوتبوت من زادة الكارديك اوتبوت اكيد ازداد الضغط ازداد الضغط لانه زادت قوة جريانية الدم من ازداد الضغط من ازداد الضغط اكفت شي صار هسا سور في الكم اياه يقل لك عن طريق البروريسبتر شنو معنى البروريسبتر باروريسبتر هي عبارة عن مستقبلات او ريسبترات موجودة في الوعاء الدموي تتحسس لانخفاض الضغط او لارتفاع الضغط اذا ارتفع الضغط هي شو سوي لك تتوسع الوعاء الدموية حتى شنو اللي البروريسبتر تحسست للموضوع شنو او لارتفاع دموية توسعت لانه بها باروريسبتر مستقبلات قبل تحسست للموضوع وخفضت للضغط وبنفس الوقت هماتي من الوعاء الدموي الضغط اللي بداخله قل شي صير بالأوعاء الدموية تتقلص حتى ترفع للضغط هاي عمل التقلص والإنبساط بالوعاء الدموية تتم عن طريق الباروريسبتر فهسا احنا من عندنا الحجم مال الدم هواي داخل أوعية دموية القلب يقوم يدق هواي تزداد الكارديق اوتبوت الضغط ارتفع زين بأول أيام أنت قاعد تاكل ملح هواي تاكل ملح هواي لأنه مشرط تاكلين أنه أصلا الماء والملح الكلية ماتك عطلانة ما قاعد تطرحهم ف من ازداد الضغط تحسس الباروريسبتر للموضوع قلل البريفوري الباسكولور رزيستنت وسع لي الأوعية الدموية حتى يقلل الضغط اللي يزداد هاي خلال ياهو خلال الأيام الأولى انتبه باليوم الأول بينما بعد أيام after several days يسوي لك هاي الميكانيزم ينظم لك الميكانيزم لا نرجع على السالفتنا القديمة بعد ما علاقة البروريسبتر لا قبل صار أوتو ريجوريشن شنو أوتو ريجوريشن هو مول يدق بسوعة يوصل دمه هواي للأوعية للأنسجة فالأنسجة كردة فعل حتى الأنسجة لا تغرق بالدم كردة فعل لهذا هاي العملية يسمونها أوتو ريجوريشن فمن قلصت لك الأوعية الدموية كردة فعل علما لل يعني حتى توازن ضغط الدم العالي حتى توازن ضخ الدم العالي انت قلبي قاعد يضخ دم عالي فلذلك ازيد للمقاومة حتى اوازن الضغط ازيد المقاومة قدام هاي عملية اسمها أوتو ريجوريشن بالبداية عملية توازن ضخ الدم عن طريق البرو ريسيبتر اللي هي المسؤولة عن تقلص من البساط الأوعية دموية بأول يوم لكن بالأيام البعد هلا تتم عن طريق الأوتو ريجوريشن هاي مهم بنامي سيكيو فالشرح شرحنا لكم اياه زيان زيان يقل لك الفوليوم لا يظهر الاسبكت الهيبرتاشن ليس ابرانت بعد الكني لدي الوقت لتقلص يعني شو المعنى هذا يقول لك الفوليوم ديبيندنت ما راح يظهر يعني شوف هو ليش ارتفاع الضغط الدم و ليش اشتغل الباروريسبتر و ليش اشتغلت الاوتوريجوليشن لان الكرية مالتك عطلانة فهذا النهاية العملية ما راح تظهر ولا راح تبين اصلا لو كانت الكرية عدا شوية مجال تشتغل هاد سوفشنت تايم توريستابلش عدها مجال شوية لطرح عدها وقت شوية لعملية طرح الماي والملح فالكلية من عطلت قبل ارتفاع ضغط الدم شلون ارتفاع ضغط الدم لانه الكارديك اوتبوت ازدادت ليش الكارديك اوتبوت ازدادت لانه الدم اللي واصل لها هواي الفيناس روتين هواي باليوم الاول الباروريسبتر اتحسست لارتفاع ضغط الدم فقللت لك الفاسكولار رزيستنت قلت لت وسعت لك الاوعية الدموية حتى شنو تقلل المقاومة باليوم الاول ليشتغل الباروريسبتر بعد ايام القلب قدق بساء لبتوب 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 قلب قاد تديق بساء حتى اوازن الدقة تبساء حتى ازيد المقاومة قدام هاي قدام هاي قدام هاي كارديك اوتبوت قلصت الأوعية الدموية حتى الآن سجا ما تغرق هاي العملية يسمونه auto regulation وضحت هسا عمل شنون الفكرة وضحت زين انطيني مثاليا انطيني مثاليا انه عندك بيه volume loading hypertension يعني عندك بيه يصير ضغط الدم نتيجة لارتفاع السوائل داخل جسمك نتيجة لارتفاع حجم الدم داخل الأوعية الدموية انطيني مثاليا المثال الأول اذا انت عندك ما عندك كليا قصت هو الكليا ماتك خلولك كليا اصطناعية فبعدها ما تستغض كليا ماتك ما تستغض فأكيد راح يزداد الحجم راح يزداد الحجم حجم السوائل داخل الأوعية دمو يرفع للضغط فيسمونه volume dependent hypertension لا دكتور ريد بعد مثال احنا مساعج قلنا قلنا اكو هرمون اسمه هذا الألدوستيرون وظيفته شنو وظيفته يسوي لك احتباس للبول للماء والملح يسوي لك احتباس المندكتوري للماء والملح يعني يخلي السوائل بداخل جسمك تحتبس وزين بهاي الحالة من تحتبس راح يرتفع عندك الضغط صح لو لا فأكو ظروف ظروف يصير بيها الألدوستيرون عالي جدا ويخلي الماء والملح يرتفع عندك ويزود لك الضغط مثل يش هذا الظروف كان يكون هو منين يطلع الألدوستيرون من الغدة الكاظرية إذا عندك فدوران بالغدة الكاظرية كان يكون تيومر بالغدة الكاظرية ممكن يخلي يخليلي هذا التيومر يخليلي الغدة أو هو نفس التيومر اللي موجود بالغدة الكاظرية يفرز لي ألدوستيرون هو هاي ألدوستيرون هو هاي ألدوستيرون هو هاي ألدوستيرون هو هاي وبالنتيجة الألدوستيرون حيصي لك احتباس بالماء والملح داخل جسمك ويرفع لي الضغط فذني مثاليا على الوليوم ديبندنت هايبر تينشن أتمنى أن تكون المحاضرة مفهومة لكم زيان وأشكر حسن استماعكم للموضوع للطلاب اللي تابعون وياي أي سؤال بخصوص المحاضرة أنا حاضر وتدللون راسلون على الخاص مجرد السكرلون الكلمة أو السطر اللي ما فهمينها واشرح لكم إياه بتسجيل على الخاص حاضر أنا بالتوفيق إن شاء الله طلاب المرحلة الأولى